فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولهن عليكم أي على الأزواج رزقهن أي النفقة وكسوتهن بالمعروف لم يقدر صلى الله عليه وسلم النفقة ولم يقدر الكسوة لأن هذا يخضع إلى عرف الناس عرف الناس في كل زمان ومكان بحسبه وبحسب الغنى والفقر والتوسط وهذا من حكمة الشارع أنه في هذه الأمور لا يضع لها حدا فاصلا لأنها تخضع لاختلاف الزمان والمكان والأحوال فأوكلها إلى العرف إلى ما يتعارف عليه الناس لكل زمان ومكان فالمرأة لها على زوجها النفقة السنوية واليومية ولها عليه الكسوة ولها عليه السكنة هذه الأمور الثلاثة هذه واجبة للزوجة على زوجها لأنها محبوسة عنده محبوسة عنده لا تذهب للتكسب أو طلب الرزق فهو الذي يقوم وينفق عليها لتكفيه هي مؤونة عمل البيت وتربية الأولاد فهي في عمل جليل ترجمة نانسي قنقر